رسالة روميا إصحاح 8 آية 31 فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ على طول آية 32 الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ يعني الله لم يشفق على ابنه بذله كيف لا يهبنا معه واحد من الآيات اللي دائما بشجع فيها المتألمين وممكن يمكن تحب تعلق عليها في رسالة بولوس الرسول إلى أهل غلاطية كنيسة غلاطية إصحاح 3 والجزء الثاني من الآية الأولى يقول رسول بولوس بوحي الروح القدس أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوما فالسؤال كم من الألام اللي إحنا منمر فيها؟ كم من العذاب؟ ولم يشفق على ابنه وهون عم بيقول أنه يسوع أمام عيونكم قد رسم يعني لما بتمر حتى ولو في أصعب الظروف خلي نصب عنيك يسوع المسيح مرسوم أمام عنيك كل الأمور رح تهون ولسيما المسيح تحمل أشد العذابات صحيح عذاب الصليب يقول الكتاب ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع يسوع أي ظرف بتمر فيه يعني مهما كانت أحلك الظروف أصعب الأمور الله لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهابون معه كل شيء ويسوع المرسوم أمام عينيك خلي هذا المنظر بهون بخفف عن آلامنا عن ضيقتنا ولسيما نحن نتكلم عن المؤمنين صحيح اشتركوا في القناة